الفوش الأول من الحجج المغاربة يصل إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج دوليا النابتونس رئيس قيس سعيد يعلن تعديل الدستور بشأن علاقة الدولة بالدين والغنوشي يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء مساء الخير مشاهدين نشرة الإخبارية الجديدة منك فانكاتخ بيتونجا أهلا بكم تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس القائد العلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ووفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية المترتبة عن المصادقة وتنفيذ عدد من الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التلوث البحري العرضي ينظم تمنين الوطني المحاكاة الذي يطلق عليه سيميليوكس 22 ما بين 21 و23 من يونيو الجاري بعرض الساخل المحمدية بلغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أوضحا هذا التمرين الذي يضع موضع تنفيذ الإشراءات المشتركة لمكافحة التلوث البحري العرضي وتقديم المساعدة لسفينة تواجه صعوبة يتم تنفيذه وفق سيناريو استضعام بين سفينة شحن ونقلة نفط ما يؤدي إلى تسرب ثلاثة ألاف طن من الفيول الثقيل في البحر البلاغ أبرز أن هذا التمرين يحدد كأهداف له تقييم خطة طوارئ الوطنية على صعيد العملي والتقني واللوجيستيكي وتعزيز تعامل وتسيق وقابلية التشغيل المشرك بين القطاعات وكذا توعية بالتحديات وبأهمية التدريب في مجال مكافحة الثلوث البحري في خبر آخر وصل صباح اليوم ثلاثة إلى المدينة المنورة الفوج الأول من الحجج المغاربة لأداء مناسك الحج برسم موسم الحج لسنة 2443 هجرية وقال السيدة بلطيف حقي نائب رئيس مكتب شؤون حجج المملكة المغربية فرعا للمدينة المنورة في تصريح صحفي إن ثلاثة رحلات وصلت اليوم من مدن رباط ودر البيضاء إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وتضم حوالي 667 حجا وحاجة أضافنا سلطات سعودية وقفت ميدنيا باستمرار على جهزية المرافق وعلى القطة التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج مشيدا بالتسهيلات التي قدمتها سلطات سعودية للحجاج المغاربة والحجاج بصفة عامة حتى تكون رحلتهم أكثر راحة من مرحلة التسجيل إلى مرحلة التوجيه نحو الحافلات التي تنقلهم للمشاعل المقدسة السيد حقي أشاري لأن عملية نقل الحجاج المغاربة إلى مقار سكنهم تمت بطريقة سليسة مضيفا أن الحجاج المغاربة يقتنون في المنطقة المركزية الشمالية المحيطة بالحرم حيث سيمكتون هناك ستة أيام قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة وتتواصل بمختلف المراكز المخصصة لجراء اختبارات نيل شهادة الباكالوريا دورة يونيو 2022 التي انطلقت أمس يالي 2 بوتيرة في ظروف جد عادية نموذج من قليم تونات واستقاه لنا الزميل عبدالاطف الحافظ توجد الآن بفضاء مركز إجراء امتيحانات باكالوريا دورة 2022 وهي التنمية الإعدادية لسلاش جماعة ورزك يتعلق الأمر بإعطاء أن يتطبع سير امتيحانات في المؤسسة كعلى غرار باقي المؤسسة التعليمية ما يتم تجيلون أن الأجواء بتحنت تمر أجواء جدا عادية بسبب خيالات الأطر الإدارية والتربوية والتقنية لتوفير ظروف أحسن للتلامين للإشارة في نقليم تونات عرفة السنة روضة تشدير سوى علاف وخمسمائة واثنين وربعين مترشح يعني بالقطب الأدبي والتنم الأصير وأيضا القطب العلمي والتقني والمهني ما يمكن تجيله أنه فيما يتعلق بالقطب العلمي والتقني والمهني هناك ارتفاع بنسبة 21% نسبة للقطب الأدبي هناك أيضا نسبة التطور لمصلة إلى 5% إضافة إلى أن نسبة الحرارة عرفتني انخفاضا لنسبة 7% هذه العملية تم تعبئة 1748 أستاذ كمراقبين و748 كأستاذة لمكلفين منها بتصحيح مغربيا قال رئيس ترسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء أنه سيتم تغيير الفصل الأول من الدستور الشديد لتونس لينص على أن الإسلام دين الأمة وليس دين الدولة ورأى أن دولة ذات معنوية في حين أن الدين يرتبط بالإنسان حسب تعبيره وضف سعيد في كلمة خلال إشرفي على انطلاق أول رحلة للحجيش التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي أن دولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام والشريعة على حد قوله من جاته دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى مقاطعة الاستفتاء الشابي على الدستور معتبراً عن الطريق الذي يمضي فيه قيس سعيد طريق مسدود وكان المناسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس الصادق بالعيد سلم أمسي الاثنين النسخة الأولية لمشروع الدستور الشديد لرئيس قيس سعيد للنظر فيه قبل نشره للعموم يوم الثلاثين من يونيو الجاري في فرنسا وبعد فشل معسكري في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشرعية قالت الرئاسة الفرنسية أمسي الاثنين أن الرئيس إمانويل ماكرون سيجتمع اليوم أثرته وغداً الأربعاء مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الشمعية الوطنية الشديدة من أجل تحديد استراتيجية لمصلحة الفرنسيين أكد الإليزي قبل الشماع رفض ماكرون استقالة رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيت بورين لتتمكن الحكومة من متبعة مهامها والتصرف في هذه الأيام وبحسب المظر الرئاسي فقد قوبلت دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حزب الشمهوريون اليمينية وأحزاب الشراكي والشيوعي والخضرة وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الشمعية الوطنية والبالغة 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الرياضة وصل النجم سينيغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفر بولا الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لأمثرت لإتمام صفقة الانتقال إلى باين ميونيخ حامل لقب دوري الألماني بوندسلية وشرت مجلة كيكر وصحيفة بيلد إلى أن ماني وبعد هبوط طائراته في مطار المدينة توشغل مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشاف الطبيب باين ومن المتوقع أن يكلف انتقال ابن 30 عاما من ليفرقول إلى العبنق البافري قرابة 41 مليون يورو في عقد مندته ثلاثة أعوام على أن يتم تقديمه رسميا الأربعة في مؤتمر ثخافي وقد يكون ماني بديلا للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفندونسكي الذي كرر مرارا رغبته في رحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلون الإسبان شاهدنا بأخبار الرياضة نصلوا إياكم إلى ختم هذه الجولة الإخبارية دائما تذكروا لمدين من أخبارنا وأخبار العالم زروا موقعنا الإلكترونيكا في فنكاتف واما متابعة طيبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة